إبرامز الدبابة التي يخشها الروس أنططى أرض أوكرانيا هي دبابة قتال رئيسية أمريكية من الجيل الثالث دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1980 لإستبدالها بالدبابة M60 Button تزن دبابة أموان إبرامز نحو 63 طنا وهي مسلحة بمدفع من عيار 120 ملم أم لسن الداخل ورشاشين عيار 7.62 ملم وزودت إبرامز بمحرك توربيني بقوة 1500 حصان أطلق على الدبابة اسم إبرامز نسبة إلى الجنرال كريتون إبرامز رئيس الأركان وقائد الجيش الأمريكي في حر فيتنام يتكاون طاقم الدبابة من أربعة أفراد القائد السائق الملقم والمدفعي ويبلغ وزن الدبابة مع تجهيزات القتال 61.2 طنا يبلغ طول الدبابة مع مدفعها قرابة العشر أمتار وأقصى سرعة للدبابة 48.3 كم في الساعة زودت بجهاز وقاية من أسلحة التدمير الشاملة النووية والبيولوجية والكيميائية وأجهزة لكشف الإشعاع الذري والغازات الحربية زودت بنظام التخفي أثناء التحرك تجهيزات لإنتاج الدخان ذاتيا عن طريق دورة الوقود وقاذفان على جانبي البرج لإنتاج ستار دخان تخفي التحركات كما زودت الدبابة بجهاز لإطفاء الحريق يعمل بغاز الهولون والنيتروجين المضغوط ويمكن تشغيله آليا أو يدويا صممت دبابة إبرامز لحرب المدرعات الحديثة ومن المميزات الجديرة لهذه الدبابة هو درعها الثقيل واستخدامها لمحرك توربيني غازي والاعتماد على الدرع المركب المتطور وخزان الذخيرة منفصلة في غرفة الإطلاق لسلامة الطاقم نشرت ثلاثة أنواع رئيسية للدبابة هي أموان برامز أموان A1 وأموان A2 تدمج التسليح المتطور وأحدث الإلكترونيات والحماية كما أن التحديث الدوري للدبابة القديمة سمح لهذه المركبة أن تبقى في خط الخدمة حاليا وتعمل الشركة المصنعة على تطوير أموان A3 من الجيوش التي تعمل بها القوات البرية وقوات مشاة البحرية للولايات المتحدة القوات البرية الملكية المغربية جيش السعودية القوة البرية الكويتية القوة البرية العراقية القوات البرية المصرية وجيش أستراليا كما خاضت حروب عدة منها حرب الخليج الثانية حرب أفغانستان حرب العراق التدخل العسكري في اليمن كان من المقرر أن تدخل ضمن المساعدات التي تزودها دول الغرب والنيتو لأوكرانيا والتي عول عليها الكثير أن تحدث فارقا كبير لصالح الأوكرانيين على حساب الجيش الروسي وأنت عزيز المشاهد كيف ترى هذه الدبابة وما هي الدبابة التي برأيك تكون ندا لها أو تتفوق على قدراتها القتالية